هذه زلة لسان شنغريحة أنا عارف بأنها زلة لسان حتى أنت المشاهد الكريمة تقول أنه أنور ملك مسك فيها ولكن لديها دلالاتها زلة لسان لكن لديها دلالاتها أن الشعب الجزائري الآن في عمومي ولست متحدثا باسم أي أحد ولكن أقول كمحلل ومتابع للشأن ومتابع لشبكات التواصل الاجتماعي وللحسابات التي تقديري أنها حقيقية وليست ذباب ولا صفحات تابعة إلى جهات ما تدل على أن الجزائر محطم أن الجزائر حقيقة محطم وينظر إلى الجزائر عبارة عن حطام وأن ما يحدث يزيد في تفتيت المفتت إلى فتات وإلى رفات وما إلى ذلك من هذه الأمور هذا هو الواقع للأسف الشديد النظام على مدار هذه الفطرة من وصول تبون أي ما بعد وفاة القائد صالح والنظام ما يخدمش في الجزائريين النظام قاعد يخدم في نفسه ويرطب في البيت الداخل انتاعه والدليل أنه دار مؤسسات على مقاسه ما هموش الشعب لا همو الشعب مشاركته في الانتخابات لا همو الشعب دخول معه في حوار سياسي لا همو مطالب الحراك الشعبي ولا همو أن الجزائريين طالبوا حتى بالتفتيت هذه الأحزاب الكرتونية هذه الأحزاب الدكاكية الحزبية التي لعبت دور قذر لصالح عصابة في مرحلة معينة ثم صارت الآن تلعب في دور آخر أقضر لصالح عصابة جديدة هذا هو الواقع يعني ولا شيء نعرف روح لكل الدول التي عاشت ثورات شعبية أنه بعدما يجي نظام ما بعد الثورة دائما يعطي أهمية لصوت الشارع يخليه الشارع يتكلم يفتح المجال للأصوات المناهضة ليه للانتقادات الرئيس يخرج يواجه الجماهير يدير حوارات نارية مع صحفيين مناوئين ليه كذا كذا باش يعبر على يحاول يقنع الجماهير لأنه في نظر الجماهير هذه اللي تقرر مصيره ولكن الذي حدث أنه تبون يدرك تماما أنه مصيره في يد العسكر ولذلك عمل بكل ما في وسعه على إرضاء العسكر وهذا من بين الشروط التي تم اشتراته باش كرجعوه من ألمانيا لما كانوا قرروا عزله نعم وما زلت مصر على هذه المعلومة قرروا عزله واتدخل أنا ذاك ماكرون وتم ترتيب البيت الداخلي وحيا ماكرون أنا ذاك تبون على شجاعته والوعود اللي اعطاه لهم يمشي معهم في الخار وتبون أمره سهل على فكرة ما هوش مثلا شخصية مؤثرة ما هوش شخصية عنده نفوذه في دوائر النظام المغلقة ما هوش شخصية كان يعلم ويعرف الجنرالاته في المؤسسة العسكرية كان متكي غير على القايد صالح طاح القايد صالح بحث على من يتكي عليه لقاش ينقرح لأنه ما يقدرش يدرك تماما أنه خيوط لعبة النظام في يد العسكر وأنه إذا حاول أن يلتف على هذا الأمر بل على راقبته بوتفليقة لعب معهم ولعب عليهم وحاول أن يلف حبال اللعبة على رقاب جنرالات طير العماري طير حتى السعيد بوتفليقة طير حتى توفيق لكان غول بمعنى الكلمة راح التقاه مرة واحدة خرج قال لك هذا هذا مجرد إشعاعات فقط تنفخ فيه طيروا وحتى كي أقلوه جاه تليفون من عند أويحيا عيط له أويحيا بالرئاسة الجمهورية قال له سيادة الفريق خلاص رك ذهب للتقاعد لمح ويجوا راحل داره على مدار فطرة والسعيد بوتفليقة ضباط في الدياريس وفي الجهاز كان بوتفليقة يقيل فيهم امتباعا أقصد السعيد ولم يتحرك فيهم ضباط اشتكونوا أنا التقيت مع واحد متقاعد كان عقيد في الاستخبارات قال جلسنا في مجلس وقلنا لهم نسجنوا سعيد بوتفليقة أنا ذاك توفيق لهم والو أبدا ما نقبل المساس بعائلة بوتفليقة ولا أي شيء قالوا له روح لدارك هلم الباكاج انتعه وراح قاعد في القصر انتعه واللي تشوفوا فيه في الصورة اللي مجاور الخالد بن الزار والصورة أخذت من بيت خالد بن الزار صوروا بيته فيه المهم أنه زلت اللسان هذه والله زلت لسان لكنها تكشف الحقيقة أنه البلد رأي عبارة عن حطام أنا لا أدري النظام كيفاش يفكر الدير برلمان الشعب الجزائري ما يشاركش فيه أقلية الأقليات تفوط عليه يجي تابوني يقول لك برلمان شرعي من ناحية القانونية حقيقة لأنه لا يوجد في القانون الجزائري ما يجعل البرلمان غير شرعي في نسبة معينة وهذه من الأخطاء الكبيرة اللي يجب أن تراجع على مستوى تنظيم الانتخابات في العالم يجب أن تحدد نسبة المشاركة إذا لم تبلغ نسبة معينة يعتبر هذا الأمر لاغي لأنه في هذه الحالة أقليات تقرر مصير أغلبية لأنه التعبير عن عن رفض المسار بالمقاطع مشروع ولما تكون جمعة كبيرة قاطعت معناها هذا ره موقف سلبي ضد هذا المسار الانتخابي معناها ره إلغاءه ولكن للأسف القوانين ولا دولة تتجرأ تعملت حد أدنى نسبة المشاركة لأنه في هذه الحالة في ظل عزوف ره يضرب العالم شفناه عزوف في فرنسا وفي عزوف انتخابي في كثير من الدول لو أن الأنظمة تشرطها بحد أدنى راح تقع في ورطة وتورط نفسها والحكومات الأنظمة لا تريد أي ورطة أو تضع عائق كبير في مساراتها الانتخابية وفي سيررة الدولة ترجمة نانسي قنقر